التقص الكانوني البارد لم يؤثر سلبا على الانتصالات السياسية والثلج الذي غطى القمم بعد طول انتظار لم ينعكس على الحرارة الرئاسية المستعادة من بكركي إلى عين التيني في الصلح باتياركي زيارة لافتة لوفد من اللقاء الديمقراطي لباتياركي الراعي خلاصتها واحدة اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في الصدارة الرئاسيا واتفاق القوى السياسية على اسم قائد الجيش سيحمل اللقاء الديمقراطي على السعي إلى تعديل الدستور موقف اللقاء الذي عبر عنه النائب راجيس سعد لاقاه بشكل أو بآخر النائب فيصل كرامي الذي أكد أنه مع تعديل الدستور إذا كان مخرجا للأمور هذا في بكركي أما في عين التيني فلقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي موضوعه الأساسي واحد الملف الرئاسي فهل سيكون في الحرك بركي هذه المرة وهل تقدم قائد الجيش على سواه بالنقاط يعني أن المعركة الرئاسية على طريق الحسم أم أن كل ما نشهده مجرد فصل ستتبعه حتما فصول ليست معروفة نتائجها النهائية حتى الآن على أي حال الشأن الرئاسي سيحضر غدا في الصرح البطرياركي عبر القمة الروحية المسيحية وتضم البطارك الكاثوليك والأرتودوكس وذلك للبحث في سبيل الخروج من الأزمة الرئاسية وتقصير عمر الفراغ في هذا الوقت الدولار عاود ارتفاعه البطيء ثابت فيما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا إضافيا علما أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيرتفع غدا من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ العام 1993 توازيا يضرب معلم القطاع الخاص غدا احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وانعكاسها على حياتهم اليومية كذلك تتهيأ قطاعات انتاجية كثيرة لإضراب شامل وعام في ثامنة من شباط تحقيقا للهدف نفسه فهل تؤدي الإضرابات والاعتصامات الغاية المتوخات منها أما أنها ستبقى بلا نتيجة طالما أنه لا رئيس للجمهورية وطالما أن مجلس النواب مشلول فيما مجلس الوزراء يصرف الأعمال بالحد الأدنى